بسم الله الرحمن الرحيم بينا سابقا أن الصلاة واجبة بشروط ثلاثة الإسلام والعقل والبلوغ من ترك هذه الصلاة المجمع على وجوبها اللي هي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة فله أربع حالات الحالة الأولى أن يترك الصلاة جاحدة لوجوبها مع العلم الوجوب الحالة الثانية أن يترك الصلاة جاحدة لوجوبها لكنه لا يعلم بالوجوب جاهلا بالوجوب الحالة الثالثة أن يترك الصلاة لا جاحدة لوجوبها يعلم أنها واجبة لكن يتركها تهاونا وكسلا واتباعا لشهواته الحالة الرابعة تأخير الصلاة عن وقتها إما أن يؤخرها حتى آخر الوقت أو يؤخرها حتى يذهب وقتها نأتي إلى الحالة الأولى الحالة الأولى من جاحد الصلاة مع علمه بوجوبها تركها جاحدا لوجوبها مع علمه بالوجوب فحكم هذا يكفر لثلاثة أمور الأمر الأول قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين ومعنى أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخواننا في الدين ومعنى أنهم ليسوا بإخواننا في الدين أي خارجين عن الدين الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وهنا الرجل لا يخرج المرأة فالمرأة داخله وإنما هذا من باب الغالب الأمر الثالث لأنه من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها مع علمه بوجوبها مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين وقال العلماء حتى ولو جحد بعضها ولو جحد ركعة واحدة فإنه يكفر بل قال بعضهم حتى ولو جحد ركن مجمع عليه ومتفق عليه إذن هذه الحالة الأولى الحالة الثانية الجاحد لوجوبها مع الجهل بالوجوب يترك الصلاة جاحد لوجوبها مع الجهل بالوجوب وهذا إذا كان حديث عهد بكفر ودخل في الإسلام قريبا فهو لا يعلم أنها واجبة فيبين له الحق فإذا عرض له الحق على وجه مبين ثم جحد بعد ذلك ألحق بالحالة الأولى الحالة الثالثة تارك الصلاة تهاون وكسلا مع إقراره بأنها فريضة اختلف الفقهاء إلى قولين القول الأول أنه يكفر إذا تركها تهاون وكسلا مع إقرار بفرضيتها فإنه يكفر وذلك بمراعاة شرطين أنه يدعوه الإمام أو نائب إلى فعلها والأمر الثاني أن يضيق وقت الثاني عنها حتى لا يكون هناك احتمال أنه ظن هذا الظن أنه ظن أنه يترك الأولى إلى وقت الثاني هذا هو القول الأول وقال بعض العلماء هل إذا ترك فريضة واحدة أم ترك فريضتين أم ترك جميع الفرائض ابن عثيمين رحمه الله قال والذي يظهر أنه لا يكفر إلا إذا كان دائما على ترك مداوما على ترك الصلاة يعني كان موطن نفسه على ترك الصلاة فلا يصل للصلوات الخمس لا يصل إلى الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر وإنما يتركها دائما مستمرا عليها فإنه حينئذ يكون فإنه حينئذ يكفر بهذا بهذا الفعل والأدلة على هذا ما سبق أن ذكرناها في الحالة الأولى القول الثاني قالوا لا يكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا وإنما يعاقب على ذلك ويحث على فعلها ويعلم ولا يكفر بذلك وهذه الأدلة التي ذكرت في أنه يكفر قالوا هي في حالة ما إذا كان جاحدا لوجوبها مع العلم أما إذا كان مقرا بوجوبها فإنه لا يدخل في الكفر الراجح رجح بن عثيمين رحمه الله قول الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا والأدلة كما ذكرنا لكم سابقا في الحالة الأولى فإن تابوا وأقاموا الصلاة من القرآن قوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وكذلك أقوال الصحابة كثيرة في أن تارك الصلاة كافر إذن هذا هو القول الراجح من هذين القولين مسألة هل يستتاب من جحد وجوب الصلاة أو تركها تاون كسلا قبل قتله لأن الحكم يقتل نعم يستتيب الإمام أو نائب ثلاثة أيام فيقول له تب إلى الله وصل وإن لقتناك لما جاء عن عمر رضي الله عنه ذكر له رجل ارتد فقتل فقال لهم فهل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع عمر الله اللهم إني أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني هذا أثر عن عمر رضي الله عنه في أنه لا بد أن يستتاب وأن يعلم وأن يترك له فرصة في الخيار فإن أصر على ذلك فإنه حينئذ الحكم واضح فيما ذكره الفقهاء ومنصت عليه الأدلة في قوله صلى الله عليه وسلم من بد الذين فاقتلوه والله أعلم وأحكم الحالة الرابعة تأخير الصلاة عن وقتها تأخير الصلاة عن وقتها حرام ولا يجوز لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ووقتها النبي صلى الله عليه وسلم أوقات معينة وبينها بحدودها فلا يجوز تأخيرها ويستثنى من ذلك مسائل المسألة الأولى إذا نوى الجمع إذا نوى الجمع جمع تأخير نوى أن يجمع بين صلاة الظهر للمسافر أو للمريض فنوى أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر فإنه حين وقت الصلاة وقت صلاة الظهر لا يخرج الوقت إلا وقد نوى أنه سيجمع صلاة الظهر إلى صلاة العصر فهذا أخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر لأنه نوى أن يجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر المسألة الثانية المشتغل بشرط الصلاة كالطهارة يبحث عن الماء فله أن يؤخرها حتى يجد ما يتطهر به انغلب على ظنه أنه سيحسله المسألة الثالثة تأخير الصلاة لشدة الخوف وسيأتي معنا إن شاء الله بيان صلاة الخوف هذا والله أعلم